إذن كانت هذه أهم التصريحات التي جمعت هذا الأسبوع نبدأ من النهاية ما يحدث في الدور السعودي أمين أكساس بنزيمة يطالب بأسماء أخرى وبأنه لم يتفق مع إدارة النادي على مثل هذه الأسماء بعد الخسارة في النهاية أمام الهلال لاعب الاتحاد أيضا حمد الله تعرض للضرب بطريقة نوعا ما مهينة ولأنه المناصر يقول بأنه حمد الله هو الذي رشقني بالماء وطالبته فقط بالرحيل لكنه تجوز حدوده لذلك اعتديت عليه لاعب سحب شكواه بعد توقفه من طرف الأمن هل تعتقد أنه هذه الأسماء الكبيرة على غيرال بنزيمة رونالدو ليخرج بالبطاقة الحمراء نهاية الأسبوع الماضي نايمار المصاب منذ مدة هل أقطعت ربما تقدير بالانضمام حسب رايك للبطولة السعودية التي عرفت انتعاش بهذه الأسماء لكننا نشاهد ما يقدمه كوليبالي كونتي الحارس أيضا بونو بعض الأسماء اللي كانت في البطولة الأوروبية لم تقدم المستوى المرجو في الانتعاء في البطولة السعودية نبدأ لك بالكلم بتاعك الأخير أنا مش تكلم ذوك على بونو وعلى كوليبالي بنزيمة كوليبالي نعم الأهليسي أحسن فارق أنا نحكي كدوك أكتويا المو أحسن فارق الهيلال سعودي ربح ضد الناصر ربح دجاره في مركز الأول بعيد بعيد وحالوالي 13 نقطة 13 نقطة على النصر السعودي لعيبين هادوما كيما بنزيمة باريكزومب ماشي نفس الأجواء اللي كان فيها في ريال مدريد ماشي نفس طريقة لعب ماشي من مناخ تعل المكان بين مدريد والسعودية يعني المحيط يختلف يختلف نعم نعم انت بنزيمة حياته قع في أوروبا بعدها راح شاف بطولة وحد أخرى ومستوى وحد أخر بينابلي مش هتلقى نفس الأجواء كيما ريال مدريد مي ولشك تتحدد نتايا أنا متتبع نتبع شوية اللقاءات لنشوف من ذاك الاتحاد عندهم لعابين وما يخفى لك شغل دول العمليفات كان هو اللي فاس بالبطولة الاتحاد هو كان لماذا بنزيمة لي سراء عنده فابينيو وعنده كونتي يجابوا هذا العمليجي لماذا غير راضي على الاستخدامات يقول غير المدرب الأول ويريد تغيير المدرب الثاني يقول لهم المدرب هذا ربما لا يليق بالنادي هل تعتقد أنه ربما يريد أن يحمل المسؤولية لأنه كل آمال وكل الأنظار موجهة إليه أنا جابوا يربي جابوا يربي الضغط هذا ضغط زائد بس كمامل الإعلام السعودي يتكلم بزاف على بنزيمة وما راوش يسجل أهداف كثيرة انتو كانت تكمباري بينه وبيننا حمد الله أحسن منه تقريبا كل لقاءات يسجل فيها ضمن كاسي نورمال يكون عليها الضغط هو النجم لقم واحد لا يخفى لك اللاعب لديه كورة ذهبية ما لديه عام ولعامين يتحصل على كورة ذهبية نورمال يكون عليها الضغط أنا وشفت كالكيو ماتشاك دايا ما لديهم فارق الاتحاد لكن ريزويتا ما مشهش معهم لديكم على البلنش وش كاين اكزاكتو متداخل داخل في الفيستيار الفارق علش ما مشهش وكاين تاني وكاين تاني الحمد لله تاني صورة مؤسفة تاني نعم بالمناصر صورة واللعب سمح لنا أنا وجو نعرف اللاعب هذا خالق لعب خالق الحمد لله وإن هدفت على الفارق على الاتحاد المناصر اليوم ما عندوش حق باش يضربوا ماما سور قلوا كلام باش وطرشوا بالماء ومعدا ما تضربوش انتابوي ووقعك طالبته بالرحيل طالبته بالرحيل طالبته بالرحيل طالبته بالرحيل ما كيحتم مشكل بالماء بلك مش يمول فين في سعودية ما عندوش بلك سيفري ينتقدوهم ولا بلك في في ليقراديا ولا ما عندوش سبان ما عندوش قدار مش حتدخل معاك هذاك شطرب دخل شطرب هادا كسمح لي ما عادي شو لك في اسمه في كوري بيتضرب في اسمه نعم صورة مؤسفة حقيقة صورة ما تخدمش بطولة سعودية بطولة سعودية ما رأناش في عهد الجاهلية يعني تدخل شطرب وتضرب اللعابين ما رأكش انت سيبيروم على ما وش يخدم عندك هادا نعم حتى ولو يخدم عندك ما تضربوش ما تضربوش بهاتطريقة هادية ما ناشي عهد الجاهلية ياردوان نعم ولكن اليوم دوري السعودي نفقوه كتير لإعلام خاصة الإعلام الغربي لما هادا اللعابين اللي كانوا نشتوا في أوروبا تنقلو يعني بأموال كبيرة وعندهم أغراض أيضا عندهم أغراض ما خدموش باطل هذه الإعلام تاع الغرب ولكن نضم باللعنية اليوم لما تشوف هذه الصورة هادية والكلام لما يتكلموا فيه اللعبين الأوروبيين اللي موجودين في الدوري السعودي لنقرأوا ولنسمعوا ما راحش المواسم القادمة ما راحش يخلي نجوم متاع أوروبا تلتحق بالدوري السعودي ولو ولو كان أموال طائلة ولكن بها الطريقة هادية نضم باللعيب واشتراع بعد الصورة هادية هل إبن الشيخ تعليقك على هذه الصورة المؤسفة لربما ستكون نقطة سوداء في البطولة السعودية لعرفة انتعاش بحضور الكثير من النجوم هذا من جهة وهل تصرف هذا المناصر قد يبعد ربما نجوم الكرة الأوروبية للمجيء مستقبلا للبطولة السعودية الله أنا عجبتني في الصورة هذه عجبتني أقصي لو كانت ورهان مدابية مش عاف ما توم ما عليش ما انتبهتوش لها على كل حال كوني وريها لنا الآخر هاي لورة هاي لك رجوا إلى الأصل فاضي لهم أموال فين يضربوا هكذا الخدامين هكذا هنا شوف سيد يخي ويضرب مش طرب هادا كنار دوبولة شوف كي طلع لولا بستريكوك غير طلع لسوطال باش يعطيه سيد هرب هرب رقمكاشو ورا يرجو هنا ورا يرجو شو ويناح تخبراح قاعتك يخي انتارك بشو طرب كم اللي ضرب كي صوطالو مشي جوار صوطالو هاي لبستريكوك هاي لسطاف هاي لسطاف شوف كيف شو كاشي هرب هوا يضرب شوف شو كي صوطالو هاو ما كاشوط بحر ما كالا رجو لالاوالو خلينا ترنكين أنا هنا رجو إلى الأصل فاضي لا ستوني ماج اللي اللي في لتور ديمون ستونان تعيب تعيب ولكن هنا يالو كان جو اللي جوار قاعدوا يترنجي إني التماتيك سوى يحبسوا سوى يديروا حاجة لتزعزع العالم بسك سا سا رفيا عدي مل كاتسان زون عاريار تولي القور و الوسطى هاي لجي هاي للمانيار هاي لما على كل حال أنا مش تحير تانية بنزيما كي قولو نحي لانترينير جيبونا للي جوار دوك بنزيما تا معرف عالمي معرف بلوندور وش رح تدير في سعودية رح تبروفي رح تزيت عمر عمر بوشكين وخلاص هاي لعبرك وشكين رح تبروفي وش رح تبروفي بلوندور ديت 40 ألف كوب دوروب مستوى عالي مع ريال بمدريد رح لتما صلي عبد عمر عمر وحبط هنا عاوك ما تعاون خاوتو كلفامي في ليون والاخر والزاوة والدير الخير وتحبستم المير يقعد في البلانات إلا بيان شوازي سي ميسي واسموه سي ميسي سي ميسي راح لزي طازيني ما يتضربوا مولو يجب غير اللي يستار اللي تشوفهم في السيني ما يلعبوا قاع يجيبوا فاملت هولي كميسي هم قاع في هوليود معروفين عالمين ويجي ويشوفو ميسي ويشريو تريك ويشري في السيبير مارشي مكاشل غاشي غارد كور من البعيد هذك العراقي هذك منها وهو يحوو يلعع فوطبول شباب نستفق حضارة هاربين بصو مليارداني لابين شوازي راح يلعع فوطبول ومنطو يربح درهم هنما اوكسيونا رافلكل هنه درهم هنه راح يربحوا درهم ناس يدين ملياردار هاد لي جواردو ها ورونالدو ها ورونالدو ها ورونالدو يخرج بروج يريولو اللي زاكسو وراء طاليبية وقداء معرفش يخرج بوامو على كل حال ما هو قانا راح يعمر انا نقول لهم يا اخي بنزي ما كمال لعب عمر درهم مليحكم بيانكم يلفو ما يبدو ما تحاوز تبدل الانطرين الاريان ديتو بصح بوكو جوار في المستوى العالي صفاللوردون ها ريفليشير هاد الدربة هاد نروحو